فبص على الجانب الأبيض وتعالى ننتقل إلى الجانب الأسود أو خلينا أقول الجانب الآخر هناك علامات استفهام كبيرة جدا على سياسة وسيستم ونظام اللي بيدار بيه اتحاد كرة القادة وده يمكن واضح جدا مش على مستوى لا شيل بقى سورة المنتخب بالهندبول حط لنا سورة الكرة واضح جدا على مستوى المنتخبات في كرة القدم مثلا يعني منتخب الشباب فشل فشلا زريعا هنا في مصر حضرتك عمللنا البطولة هنا في مصر عشان يصعد وبتاع فشل فشلا زريعا طيب المنتخب الناشئين فشل فشل زريع طيب المنتخب الأولمبي لسه الحمد لله وصل للأولمبياد معلقة بالحمد لله وده طبيعي بالمناسبة دلوقتي فشل زريع لمنتخب كرة الفريق الأول لكرة القادة على الرغم بقى من أننا واحد من الناس اللي كنت بقول دايما نحن عندنا جيل يستحق أن هو يفوز بهذه البطولة عندنا مدرب كنا متخيلين أن هو مدرب جايد ولكن للأسف الشريع زي ما حضرتكم شاين فيه الحقيقة منتخب كرة اليد سيطر على كرة اليد الإفريقية وبينعب قدام أبطال أوروبا لسه جايين من بطولة ودية خدنا فيها اللي هي بطولة العظماء بيسموها دي أكبر أو أصعب من بطولة العالم خدنا فيها تالت أو رابع على ما أتذكر يعني منتخبنا في كرة اليد بيقدم مباريات غاية في القوة المقارنة ما بين اتحاد كرة اليد وكرة القدم مقارنة ظالمة مقارنة ظالمة لكرة اليد لأن كرة اليد أو الاتحاد المصري لكرة اليد أعلى بكتير أعلى بكتير أنا من الناس اللي كنت بحب بجيل كابتن أحمد بلال وكابتن أحمد العطار وكابتن أشرف العوضي وكابتن أسماء كبيرة جداً من الأسماء القديمة كابتن سامح عبد الوارس كابتن أشرف عواض الأسماء الكبيرة دي كابتن خالد العوضي الأسماء اللي هي يجي لنا الأسماء الكبيرة جداً في كرة اليد اللي عملت تاريخ في كرة اليد ولكن أنا من الناس اللي بتعشق نظام حسن مصطفى كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كابتا حاسب مصطفى وضع نظاما مشيت عليه كرة القدم أو كرة اليد المصرية حتى استطاعت أن تصل إلى الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده أنا كرياضي بقاعد باتفرج على مطشط منتخب اليد وأنا مبسوط وأنا سعيد سعيد بالجو بالحالة ولكن هناك فارق ما بين الاتحادين من حيث السياسة لما تيجي تنظر إلى اتحاد كرة اليد هتلاقي ناس شغالة ناس بتتحرك أنا عندي أرقام وحاجات كتيرة كده أنا أقدر أقولها لحضراتكم وأذكرها ولكن في اتحاد كرة اليد ناس شغالة ناس مموتة نفسها عشان بلدها وعلى الجانب الآخر ناس مش في دماغها للأسف